موسيقى دابا اي واحد ارجاع يختار خدمه و يخدمه فحب الخدمة دينا نحن الدومين دينا ما كانشي انا بالنسبة لي لي عامل وحدة من قصص صغير قصيط و كان خدم بزاف حسن ما انا من وحدة من عالي وخدم ماره ماره ما تبقوشي قلسين في الدار وكتستنلني دخول ليكم ويعطيكم شي حاجة وديك شي نودو تحركوا لراسكم ما تعجزوشي موسيقى معكم اسماء العطاري الشهيرة برازان ايفنت متزوجة ام لطفلة عندي 27 سنة المهنة ديالي هي منظمة حفلات و ناشطة على مواقع تواصل اجتماعي موسيقى هنا ايه او حد اربع سنين او نص تقاربا المناس مما داني من الأول اتعرف كيف اردت من الصفر اتبقى موسيقى و اتبقى موسيقى الخدمةولة اتيت بفئ أول خدمة كانت في بوفي كانت السابعة لبنيتا ديالي الخلوقة لبنيتا ديالي اللي هي عرازان بديت تغيب لي اكسسوار ديال الدار بديت اسم شي حاجة اللي هي بسيطة واللي قدرت انطور منها مع الوقت يعني كانت تغيطة بلا شي حاجة ديال الدار زوقنا شوية شوية هكذا شوية هكذا والحمد لله نالت الإعجاب ديال بزاف ديال الناس اللي منهم من أصدقاء ديالي هم اللي بقوا كي شجعوني أنه يكتسبك كمهنة يعني أنه رضاء المهنة ديالي وذلك اللي كانت كانت طوار مراسي شوية بشوية يعني كانت خدمة كل مرة كانت فتش كانت بحث كانت بغير دخل جديد كانت بغير كانت عندي واحد المعاملة وباقينية هي الحاجة اللي تميزني بزاف كثيرا افنت هي المعاملة ديالي مع الناس كانت حاول دائما نحاول دائما نحاول دائما كونت راسي بعد عملت تكون في كاكا ديزاين كانت خدمة بحثة لتقديد بعد عملت تخيط وذلك بقنا نضمه مهرجانات وحافة على سكوارين منهم كانت واحدة بخيفة اللي غدي يكون جمعة وصدية 7 وسبعة مرت بمناسبة عيد المرأة حتى هذا بخيفة كانت تشجعون فيه النصا اللي تعمل أي حاجة تجيبها تنزل المتوجة ديالا تبدأ تبقى تبخيزنتهم على الناس أحد يمكن أن تتحفز هاته أنت تجيبها حتى يشجع المنصا حتى يكون عندهم محل هو موضوع وخغي يومين يأتي الناس يشيرون من عندهم يشيرون من عندهم كانت تعملوا في الدائم بخيفة 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 وكثير من المتوجة ديالا ويأتي الناس يشيرون من عندهم المتوجة ديالا هذا يجبون جديد لتحفيز و تشجيع المرأة ازيد القدام وتبذع انا دائما كنركز للنجاح ديالي اذا بقد كنركز شنو قالو ما غاديش يركز انا كنشوف الترق ديالي وكنبقى ما شانيشة ما كنظور شي مورايا والعراقيلة طبعا كتواجهنا صعوبات في الحياة بزافت الحاجة يعني كيوقعنا حسنا بيدنا عنا حياة شخصية اللي كيوقع فيها بزافت الحاجة اللي كتقدر تهارسك اللي كتقدر تطيحك اللي كتقدر توقفك ولكن الحمدلله دائما كنحاول هي الموثة ليدا الابني الوحيد اللي يحمل محمد غسا ما ذرا الموهد امي مؤخرا يعنيischer 2019 قر�� طبيعية صعيبة فليه مما مorrrandةكون متعول جديد في الاعة واي ما نشوفه نى مو faktore واكترge طبعيان اللي شهدوا علي ايه الناس للمقطع ان جوET Habitكار و belli شهرين كل اذهب معي كيف أولدته كل شنو لأنني كنت أخبرت الكثير من الأشياء وبعد ذلك بعد ذلك يسمعوا بأن الولد كانت صدمة قوية وصدمة حتى الناس الذين يقرأ بالليل وذين يتبعوني هذه أكثر شيئا ما يمكننا أن نقوله هرستني أو وقفتني ومع ذلك لم أخفت شيئا نحن الولد ذي ربنا على التضحية أهم شيئا في حياتنا هي التضحية لم يكن في حياتنا إذا شبرنا الخدمة يعني شبرين واحدة مسئولية يعني أنا عندي واحدة مسئولية شبرها ما كان قدرش نرجع فيها وخي يكون اللي كان تناعروسة أنا شبرها لك خدمة ما نقدرش نقول لك وخا يعني أي واحدة تقول أنا متلبنا هتقدر لك الضرف ولكن كما قلت لك حنا تربينا على واحدة تضحية يعني كانوا عندي خدمات من شبرها أمور ذيك شيئا سيمانا أنا أخدم جمعة لمورها بعد خدمة ميلاد يعني رومانسية يعني فارحة تشمعوا وهاي كانت خيزونتة نمرة وكذلك كنت عملك وكنت عملك بوفي وكنت أنا حاملة ومعرفت ما عرفت ما عملكت كنت عملكت من شبرها كنت عملكت من شبرها أبناء بنتين كنتم بخمسة عشر يوم أو لديا قلت للا أبنين مات يعني أي واحدة أم وعند أسرها كنت معي بنتين وحن نرى بشكل مفيد يعني ما قدرت كيف أسرها أتخدمها انا عندي الزوج ديالي هو كيساندني بززاف هو يديد لي من في الخدمة يعني معايا دائما كنت امن بان كل مرادة جحامورها رجل؟ طبعا طبعا كتتجربتي الشخصية انا النجح ديالي بفضل الزوج ديالي لو ما كاش الزوج ديالي مساندني ما كونت نوصان هاتش اللي وصلت له حتى حنا نصد عافين يعني كنت تقطروا شحاجه دائما كيقويني هو هو الحافز ديالي في الحياة والحافز ديالي في العمل ديالي وكن نصح اي واحدة اي واحدة اي واحدة سواء كنت قريه سواء كنت مقريه شي كخصيك توصل كخصيك تعمل شي حاجه اي حاجه ماشي ضروري تكون قريتي دابا اي واحد رجعك يختار خدمه وكخدمه في حال خدمة ديالي نحن الزوج ديالي مكان شي ماشي قديم يعني غمشي بزاف مكان مش هاد لي بوفي مكان شي هاد ديكوراسيون مكان شي حاجه طبعا اقبل كبير رجع مهم لي بوفي رجع حاجه مهمة في المناسبة العلوطة وصابع وثيبت العزوبة تشعر في اي مناسبة كثير من البابا وكثير من البابا ومالي لديهم مثل بوفي نيسانس ودعام ودعامين وثلاث سنين فقط معهم وكثير من البابا وكثير من البابا وكثير من البابا وما انت يقوم بها طبعا أي شخص يبدأ لا يمكن أن يكون ناسا و تبدأ لا يمكن أن يكون معجازة و توصل يعني الذي يصل يضحيه و يسمح في الوضع يسمح في الكثير من المشكلة لأنه يكون قد تضحية كبيرة أصلاً كنت أعطي الثامن كنت أعرف ما نزيد ثم لا نقص معي يعني أصلاً كنت أعطي المشكلة لأنه يكون نقص ثمان و معقول و كيف كانت منه خيالي أقول لك أنا بالنسبة لي عام لوحدة من الصغير بسيط و كنت أخدم بزاف حسنًا من الوحدة من عالي و أخدم مره 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 مع واحد الفئة معينة و كنت أعطيني أنا مثلا تقول عندي عدميات ابنتي سأتسمع و تصويره و كيف سأتكمل من عام و التم أنا كنت أتكلم في كل شيء التارتالي كاب كيك بوبس كيك سابلي ديكوراسيون ديكوراسيون كاملة كنت أتكلم في لتبالبيسة التي ستلبس هي وتلبس بنتها بالنفس التم بالبوفي بالأنيمسيون بالديجي بأي حاجة قدر هي تجيحة دارة فى الناس و الحمد لله أنا و كنت أخدم على هذه القضية و كان أخدم بثبت الناس من يقولون لي السعدات و يطاري خدمات في الناس و كان أخدم كثير من الممكن الخدمة لا يوجد الشيء و لا يوجد الأمر و لا يوجد التفاصيل الصغيرة ونعتقد هذا التفاق صغير جدا ، خسر الخطان ونحسوها ، قد نتعلم كيف سيكون مزيئ جدا قد نرفع نتيجة الإسلامين مثل الهوو ، المثلين ومعني بالقود كل شيء جدا . وهذا هو الهدف أن نخرج من إسلام الفرحة ونحن سنحتاجه في حاب 24 ساعة ونحن لديني أعلم النقطة نحتاج بالنسبة لن يمكن خدمتهم في مرة أخرى أعطيك تصميم خدمات ليلة وكأنها تسوغ وكأنها تزوج من الصباح أو المناطق ويجب أن تكون لديهم مانعها يجب أن تكون في صواب أو أذاب ويجب أن تنقصنا مطاقة بالنسبة للشعب تستطيع التعامل الخدمة ويجب أن يتربح فيها لأنهم يتعاملون على مدينة كبيرة يوجدونون أثوق ويوجدون جميع الطبقة نتمنى انكم تقولوا ما سوف نعمل واذا فعلت هذا المشروع غينجاح او لا غينجاح اي حاجة عند الناس ديال كما تشوفوا انا اربع سنين ونصف في هذا المجال ما عندي شي شي محل كبير او الشارع او لا يعني كنخدم في مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي يجعون عندي فلاب اغطام وعندي كل شي لازاكسسوار وليبي فيه يعني محتاجتي ووصدني واحد الناجح ووصدني واحد بزافت لحاجة واحد الخدمة ومحتاجتي انني نعمل المحل اللي نقدر نخلصه كرة عشرة الف درهان في الشهر وخصوح موقع كبير والخدامين ولا لا 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 ولكن خدامة في حل ذلك الناس اللي عندهم ذلك المحل هكذا او اكتر غشنو كيفاش قدرت وعرفت كيفاش نتعامل مع هذ السوشيال ميديا بطريقة ايجابية وطبعا الرجل هو الساند ولكن تقدر تبني راسك برأسك يعني كنت منه من اي واحدة قلصة في الدار تنوتع من شي حاجة كنت منه من المرأة المطلقة لا تفشل شيء وتبدأ حياة جديدة كنت منه من البنت العازيبة انها تكون راسة حيث دائما المرأة لا تكون وصلا واحد مستوى راجل يعطي له احد القيمة اكثر سوى راجل سوى الناس في المجتمع يعني ما تبقوشي قلصين في الدار وكتسنل يدخل عليكم ويعطيكم شيء حاجة وذلك شيء نوضوا تحركوا على رأسكم لا تعقزوشي كل شيء سهل دابا قبل كنخصيك واحدة رأس المال وما حال هذا باش تبدأ تقدر إلا ما عندك قريشي تقدر تعمل صنعة إلا ما عندك شيء صنعة إلا كتراف تملغي شيء وتفضل تقدر تعملهم وتبيعهم حيث كان دابا بزاف دنسة موظفات ما عندهم مش الوقت يعملوا هات شيء إلا ما عندك حتى شيء حاجة مهات شيء بيع وشري تقدر تعمل دابا كين جروبات بزاف في الفيسبوك في مواقع التواصل اجتماعي يعني كي يبيعوا بالجملة تشري سلعة من هنا تبيعا من هنا يعني أنا كنصحكم أن أي واحدة تتحرك حتى شيء حاجة هي مهمة مذابا في الحياة ما تبقوا شيء غالسين وفاشلين بمناسبة للمرأة كنصح أي مرأة تتبت ذاتها وتحقق رأسها